ثم الكتاب بعلمنا أن الصلاة لازم نكون إحنا مليانين بكلمة الله إن ثبتتم فيي وثبت كلام فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم لازم نمتلئ ونثبت في كلمة الله الصلاة هي تلذذ وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك ثم الصلاة بالروح مصلين في الروح أو صلوا بالروح أفسوس إصحاح 6 ثم أحبائي عندما نصلي صلواتنا مثل ما ذكرت حسب مشيئة الله ولمجد الله صلواتنا ما تكون أنانية تطلبون ولستم تمتلكون لأنكم تطلبون رديا يعقوب إصحاح 4 والكتاب يعلمنا أطلبوا ملكوت الله وبره أولا وهذه كلها تزاد لكم هذه الصلوات عندما نتنقى من الداخل ونطلب بإيمان في اسم الرب يسوع بعمل وقوة الروح القدس أحبائي لمجد الله الآب الله بيتمجد الله بيسمع والله بيستجيب الله سمع صلوات رجال ونساء استخدمهم وغيروا ظروف وغيروا أحوال من خلال قوة هذه الصلوات وأنا بشجع كل يوم أحبائي أنه إذا بتحبوا طالما أن يوم الأربعة هو البث المباشر شو رايكوا تصلوا كل يوم أربعة كل اللي بشاهدونا ممكن أتحدى أنه تعطي عشر دقائق يوم الأربعة تصلي من أجل بركة الله وحضور الله من أجل شفاء الله من أجل مجد الله يعم في هذا العالم ومعرفة الله وأن الله يفتح العيون حتى يشوفوا يسوع لكن خلينا نصليك صلاة كل يوم أربعة إلى أن يقف هذا الوباء ويجي العلاج الكامل في اسم الرب يسوع نصلي شفاء لبلادنا وإبراء لأراضينا كما يقول الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر